لا تزال معارك الكر والفر بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية مستمرة في مدينة ميدي شمال غربي محافظة حجة فسيطرة الجيش الوطني والمقاومة على أجزاء من المدينة جعلت الميليشيا تستميت في القتال محاولة استعادتها لما تملكه ميدي من أهمية استراتيجية كونها إحدى أهم المنافذ البحرية المطلة على البحر الأحمر كانت آخر محاولات الميليشيا لاستعادة بعض المواقع المحررة قبل أيام قليلة حيث تسللت مجموعة من عناصرها إلى منطقة الكتف الواقعة جنوبية المدينة لكن قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجوم في مواجهات عنيفة استمرت لأكثر من ثمان ساعات شاركت فيها مدفعية وطيران التحالف العربي وانتهت بخسائر فادحة في عتاد وعناصر الميليشيا وقتل خلالها ثمانية عشر حوثية مدفعية الجيش الوطني استهدفت خنادق مستحدثة وتحركات عسكرية للميليشيا في المدينة بالتزامن مع أكثر من تسع غارات جوية للتحالف في جبهتي حرض وميده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر